أشار وزير الخارجية والهجرة بدر عبد العاطي إلى نجاح التجارب الاستثمارية البولندية في مصر معربا عن التطلع أن يتم توسع بشأنها من خلال إقامة منطقة صناعية بولندية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس في إطار تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين وخلال لقائه بوزير الخارجية البولندية أكد عبد العاطي الاهتمام بزيادة معدلات السياحة البولندية والتي تمثل جزءا كبيرا من السياحة الأوروبية الوافدة إلى مصر كما تم التطرق إلى العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبية حيث أعرب عبد العاطي عن تطلع مصر لتسريع تحويل الشريحة الأولى من الحزمة التمولية التي تم الاتفاق عليها بين الجنبين بإجمالية مليار يورو وأبدء العمل على الانتهاء من التفاوض على الشريحة الثانية من الحزمة بإجمالية أربعة مليارات يورو